موسيقى تحية لكم مشاهدين و اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية من عينب بردي حيث جاء في ابرز عنوينها لهذا اليوم بريطانيا تتعهد بمليار جنيه سترليني لاعادة اعمار سوريا بعد رحيل الاسد وفي التفاصيل تعهد وزير خارجية بريطانيا فليب هاموند بتقديم مليار جنيه سترليني لاعادة اعمار سوريا عقب مغادرة بشار الاسد الحكم مؤكدا على مواصلة الجهود الرامية الى ايجاد حل سياسي للازمة فيها جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده هاموند مع نظيره التركي مولود شاويش اغلو على هامش مؤتمر السفراء الثامن في العاصمة التركية انقراء واعتبر هاموند ان تركيا حليف وثيق لبريطانيا مشيرا الى ان بلاده عملت بشكل مشترك مع تركيا في العديد من القضايا وخاصة في مكافحة الاديولوجية الشيطانية لتنظيم داعش وتحصين الوضع الانساني في سوريا حسب وصفه وفي عنوان اخر النرويج ترحل لاجئين سوريين بالدراجات قالت صحيفة ذا لوكل النرويجية عبر موقعها الالكتروني ان النرويج ستعيد لاجئين دخلوا اراضيها بالدراجات الهوائية عن طريق روسيا الصحيفة اوضحت ان خمسة الاف وخمسمائة لاجئ معظمهم من السوريين دخلوا النرويج بطريقة غير شرعية عبر مورمانيسك الروسية اما سيرا على الاقدام او على الدراجات العام الماضي دوائر الشرطة النرويجية تواصلت مع روس لاستعادة الدراجات التي تخلى عنها اصحابها في ستورك كوغ بحسب يان ايريك توماسون رئيس قسم مديرية الشرطة النرويجية وقال طلبنا منهم جمع الدراجات ليستخدمها من سيعود الى روسيا مرضفا استطيع ان اشعر ان هذا يبدو محرجا وغريبا بعض الشيء واعلنت ان نرويج في تشرين الثاني الماضي انها سترفض مباشرة طالبي اللجوء الذين يقيمون في روسيا وبدأت بعدها الدولتان بارسال المطرودين بينها ذهابا وايابا وفقا للصحيفة وبالانتقال الى شبكة شام مشاهدينا نطالع في هذا العنوان مجلس الامن يجتمع بشكل طارئ لتنبيه العالم عن مأساة المناطق المحاصرة في سوريا يعقد مساء اليوم مجلس الامن الدول اجتماعا طارئا للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة مضايا التي دخلتها يوم امس الدفعة الثانية من المساعدات وذلك بدعوة مشتركة بين فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانس و دولاتر بان الاجتماع يهدف الى تنبيه العالم الى المأساة الانسانية التي تشهدها مضايا ومدن اخرى محاصرة في سوريا واضف دولاتر ان المبادرة تهدف الى المساهمة في تأمين ظروف اكثر ملاءمة لاستيناف الحوار بين الاطراف السورية وذلك قبل عشرة ايام من بدء مفاوضات السلام المقررة في جينيف وبالانتقال الى عنوان اخر امريكا تطالب روسيا وايران بتوضيح توقيت رحيل الاسد وتحذر من انهيار الحل طالب بن روتس نائب مستشارة الامن القومي الامريكي كلا من روسيا وايران بتوضيح قضية تنحي الاسد عن السلطة في سوريا محاضرا من انهيار عملية الانتقال السياسي وفشالها في حال لم يكن هناك وضوح حول رحيل الاسد كجزء من العملية السياسية وقال روتس ان الادارة الامريكية اعلن ضرورة رحيل الاسد كجزء من العملية السياسية لان الغالبية العظمى من الشعب السوري لن يقبل بشرعية الانتقال السياسي إذا لم ينجم عنه رحيل للأسد من السلطة وشدد روتس أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت مرارا أنه لا يمكن للأسد من ناحية العملية السيطرة على البلاد واستعادة الشرعية وليس هذا رأي الولايات المتحدة فقط بل معظم دول المنطقة ولا يمكن للعملية السياسية أن تنجح ما لم يكن هناك وضوح حول حقيقة رحيل الأسد كجزء من عملية الانتقال السياسي وبالانتقال مشاهدين إلى موقع بي بي سي الجبير نأمل في بدء المحادثات السورية بعد عشرة أيام رغم خلافنا مع إيران قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه يأمل في انطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة في موعدها المقرر بعد عشرة أيام على الرغم من التوترات بين بلاده وإيران وشدد الجبير في حديث لبي بي سي على أن المواجهة السعودية مع إيران لن تؤثر على المحادثات السورية لأن طاولة التفاوض ستكون بحضور مماثلين عن الأطراف السورية فقط إلا أنه اتهم إيران بأنها تتصرف بطريقة مدمرة وبأسلوب يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وقال وزير الخارجية السعودي نأمل أن تبدأ المحادثات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وبهذا يمكن أن نطلق عملية التفاوض والمحادثات ستكون بين السوريين مع بعضهم ولن نكون على طاولة التفاوض لا نحن ولا إيران وبالانتقال إلى عنوان آخر عمدة ألماني يرسل لاجئين سوريين إلى ميركل أرسل عمدة إحدى المقاطعات بولاية بفاريا الألمانية حافلة محملة باللاجئين السوريين إلى مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين وذلك تعبيرا عن غضبه إزاء سياستها بشأن استقبال اللاجئين لكن ذلك العمدة دفع في نهاية الأمر تكاليف إقامة هؤلاء اللاجئين في برلين لليلة واحدة وقال بيتر دراير عمدة مقاطعة لانتس هوت إنه أراد أن يرسل رسالة إلى ميركل بأن السياسة الألمانية القايمة بشأن استقبال اللاجئين لا يمكن أن تستمر ووصلت الحافلة إلى برلين مساء الخميس وتطوع كل من كانوا على متن الحافلة للقيام بهذه الرحلة واستقبلت ألمانيا مليون ومئة ألف لاجئ خلال عام 2015 وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى صحيفة الحياة نطالع في هذا العنوان حرب شوارع بين الأمن وداعش في جاكرتا خاضت قوات الأمن الأندنوسية حرب شوارع في وسط جاكرتا أمس مع مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش شنوا هجمات نوعية استهدفت تجمعات الأجانب في حي تجاري وتخلى لها هجمات بأحزمة ناسفة ورشاشات ما أعاد إلى الأذهان مشهد اعتداءات باريس التي حصدت 130 قاتلا نهاية العام الماضي ونفذ الهجمات في وسط العاصمة الأندنوسية خمس مسلحين بينهم ثلاثة انتحارين وأسفرت عن قتلين أحدهما كندي وعشرين جريحا بينهم هولندي وإيرلندي قبل أن تنجح قوات الأمن في محاصرة المهاجمين وتصفيتهم ولفت خبراء أمنيون إلى نوعية الهجمات التي دلت على قدرة تنظيم على رغم إعلانات متكررة من جانب السلطات الأندنوسية عن إحباط مخططات إرهابية وتفكيك خلايا وضبط أسلحة ومتفاجرات كان آخرها هذه الإعلانات خلال موسم العياد قبل نحو ثلاثة أسابيع وفي عنوان آخر غضب لبناني من القضاء العسكري فاجأ القضاء العسكري لبناني أمس الوسط السياسي بقرار إخلاء سبيل الوزير السابق ميشيل اسمحة المحكوم عليه بسجن أربع سنوات ونصف السنة لتورطه بنقل متفاجرات من سوريا إلى لبنان لاستهداف تجمعات وشخصية سياسية ودينية في شمال لبنان والذي تعاد محاكمته بعدد من نقض نيابة العامة التمييزية الحكم الأول في حقه بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرا لبنانية أي 100 ألف دولار أمريكي مع أطلق ردود فعل سياسية غاضبة نعى بعضها القضاء العسكري واعتبرت القرار تشجيعا على الجريمة وقال اسمحة الذي أفرج عنه عصرا وأفرج عنه عصرا وعاد إلى منزله مسان إنه سيلتزم بقرار المحكمة الذي منع عنه الكلام في القضية لكنه سيزاول عمله السياسي وأعماله الأخرى كالمعتاد وإن وجوده في السجن كان سياسيا وبدأ عليها التوتر والحدة حين أجاب على مراسلة محطة ايم تي في الآتي يملكها آل المرقائلا لن أتكلم في القضية وأقول لك أنت بالذات إنه مهما تكلمت فإن محطتك لن تتغير وتشكل قضية سماحة أحد مواضيع الانقسام الحاد في لبنان بين قوى 14 آذار وقوى الثامن من آذار وبالانتقال مشاهدين إلى موقع المستقبل اللبناني نطالع في هذا العنوان جيش الاحتلال يعظم فلسطينيا حاول طان جوندي أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الشاب الفلسطيني مؤيد عوني جبارين البالغ من العمر 20 عاما شمال الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية الطان وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن الشاب وهو من بلدة السعير حاول طان أحد الجنود قرب مفرق بيت عنون المجاور للبلدة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت وصول تواقم الإسعاف التابعة لها إلى الشاب وإسعافه وفي وقت لاحق سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد إلى الارتباط العسكري الفلسطيني وبالانتقال مشاهدين إلى موقع القدس العربي نطالع في هذا العنوان منظمة الصحة العالمية عيادة نقالة في طريقها إلى بلدة مضايا توجهت عيادة نقالة وفريق طبي الجمعة إلى بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق والمحاصرة من قوات النظام بشكل محكم منذ ستة أشهر والتي تحولت رمزا لمعاناة المدنيين في سوريا وفق ما أكدت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية وقالت مسؤولة وحدة الإعلام في المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة رانا الصيداني توجهت عيادة نقالة الجمعة تابعة لمنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر السوري إلى بلدة مضايا لمعالجة حالة سوء التغذية وأضفت سنستخدم المواد والأدوية التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة إلى البلدة في علاج المرضى وبالاتقال مشاهدين إلى موقع دي الدامليون طالعوا في هذا العنوان غضب أمريكي من صورة البحارة الأمريكيين أثناء احتجازهم في إيران أثار مقطع مصور لبحارة أمريكيين احتجزتهم إيران موجة من الغضب في الولايات المتحدة الأمريكية بينما نددت الحكومة باستخدام طهران لتلك الصور لأغراض دعائية حتى رغم إصرارها على تحسن العلاقات قال السيناتور تيد كروز إن الكثير من المواطنين قد أفزعهم رؤية مشهد عشرة بحارة أمريكيين جاثمين على ركبهم وأيديهم مرفوعة على رؤوسهم وندد كروز بالرئيس باراك أوباما لعدم ذكره البحارة في خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد يوم ثلثاء بينما كانوا قيد الاحتجاز في إيران وقال كروز أقول لكم كلمتي إذا تم انتخاب رئيسا لن يجبر أي جندي أو مجند أو مجندة على الركوع على ركبهم وأي دولة تحتجز مقاتلين سوف تشعر بكامل قوة وغضب الولايات المتحدة الأمريكية وربط حاكم نيوجيرسي كريس كريستي بين ذلك الحادث وتقلص أوباما للإنفاق العسكري قائلا نحتاج إلى إعادة بناء جيشنا وقد سمح هذا الرئيس بتقليصه إلى حد أن الدكتاتوريين تافهين مثل ملال إيران يحتجزون صف بحريتنا وتم إطلاق سراح البحار العشر بعد احتجاز إيران لهم لمدة 16 ساعة وبعد سلسلة من المكالمات الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواز ظريف وبالانتقال مشاهدين إلى موقع عكس السير نطالع في هذا العنوان شاب سوري يعتدي على طفلة سورية ويلوذ بالفرار وفي التفاصيل ألقى قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة الرمثة بالأردن القبض على شاب سوري بالغ من العمر 22 عاما حاول الاعتداء على طفلة سورية ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن طفلة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات تعرضت لمحاولة اعتداء من قبل شاب سوري مشيرا إلى فرار الفاعل وأشار المصدر إلى أن قسم البحث الجنائي استدل على معلومات من كاميرات مراقبة رصدت الفاعل الذي قام بتنفيذ جريمته وتمت مراقبة المكان بعد أن شاهدوا معالم الفاعل على الكاميرات والتعرف عليه من قبل المجن عليها مؤكدا أنه تم إلقاء القبض عليه وإيداعه للقضاء وأكد أن الشاب في العشرينيات من العمر من مواليد سوريا درع البلد جاء خلال الحرب لاجئا إلى الأردن ويسكن في الرمثة وأشار إلى أنه كان تم نقل الطفلة في وقته إلى مستشفى الرمثة وتبين بالكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي أنها تعرضت لمحاولة اعتداء وتم علاجها من آثار العنف الذي تعرضت له بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر